حقيقة نحن في المكان الذي كنا فيه ما زلنا هذا البناء الذي خلفي نحن الآن أخذناه من زاوية أخرى لكي نشاهد عمليات البحث وعمليات التنقيب التي تجري هنا من هذا الطرف يعني يمكن أن نشاهد تقريبا هناك عشرات الأشخاص الذين يتجمهرون حول البناء من أجل رفع الركام عن الضحايا المتواجدين تحت هذا الركام طبعا هذا البناء كما ذكرنا هو مكون من 14 طابق كان في كل طابق يمكن أن نتحدث عن ثلاث شقق وبالتالي نحن نتحدث عن قرابة الستين عائلة التي كانت تقطن هذا البناء قبل حدوث الزلزال هناك أيضا كما فرصدنا من الأهالي الموجودين هنا مخاوف من سقوط البناء المجاور الذي نراه الآن على الصورة والذي يمكن أن ينهار أيضا في أي لحظة وبالتالي حتى البناء الذي يقابله قد تم إخلاءه بشكل كامل من أجل مثل هذه المخاوف بينما الناس التي تمارس عمليات البحث هنا في هذا الركام يعني هي تعرض نفسها حقيقة أيضا لإحتمالية انهيار مثل هذا البناء الذي نشاهده بأم العين مائل قليلا بهذا الاتجاه وربما أي هزة ارتدادية تضرب المنطقة تود بهذا البناء أيضا على الأرض ولكن لا يمكن لأحد أن يمنع هؤلاء من البحث عن ذويهم الذين يتواجدون في الأنقاض رصدنا الكثير من الحالات الإنسانية والقصص الإنسانية هنا بجانب هذا البناء وعلى غراره الكثير من الأبنية التي سوف أيضا نحاول أن نسلط الضوء عليها وعلى معاناة أهلها ومعاناة الناس التي تنتظر أي بريق لأمل لحياة ربما توجد تحت هذا الرقام في رسائل سابقة كان هناك عملية بحث عن أحد المفقودين هل تم العثور على أحد المفقودين اليوم في هذه الرقعة حيث أنت تتواجد؟ يعني كما تحدث الناس الموجودين هنا لم يتم إخراج إلا شخص واحد من هذا المكان أو هذا البناء وبالتالي الأرقام ربما تكون صادمة يتحدثون عن قرابة 55 شخص ربما دفنتهم هذه الأنقاض نحن إذا كنا نرى الآن شيء من هذا الرقام فهذا كان 14 طابق يعني الآن الذين كانوا في الطوابق السفلة ما هو مصيرهم؟ كم من الوقت يحتاج هؤلاء الناس لكي يرفعوا رقام بيت واحد حتى يصلوا إلى الطابق الذي أسفل فما بالك بـ 14 طابق يعني الحقيقة الأمر يحتاج إلى معدات حقيقية تقوم بالتنقيب في مثل هذه الأماكن وكما ذكرنا وتواصلنا أيضا مع الأجهزة الحكومية الموجودة في المكان أنه سبب عدم وجود مثل هذه المعدات في هذا البناء قالوا بأنه هو مخاوف من سقوط البناء الذي بجانبه على هذا الركام وبالتالي أي معدات ثقيلة ترج في الأرض أو تضرب بها ربما تعرض البناء لكن هل من خطط بديلة في هذه الحالة؟ يعني الحقيقة الواضح أنه لا يوجد خطط بديلة وأنه فقط ذوي الضحايا هم من يحاولون أن ينقبون عن ذويهم في هذا البناء هذا هو الوضع لا يمكن لم نرصد لا خطط بديلة ولا إجراءات تنفيذية حقيقية يمكن أن تساهم في هذا الأمر ولا أدري إن كان يوجد أصلا مثل هذه الخطط يعني هنا الحاجة لخبراء يقيمون الوضع بحاجة لوصول المساعدة بأسرع وقت ما الجهود المطلوبة فعاليا الآن؟ بخصوص المساعدات والجهود المبذولة يعني ما زالت كما ذكرنا يعني المساعدات لم تصل بشكل حقيقي إلى تركيا وصل بعض المساعدات الخفيفة أو بعض فرق الإنقاذ من دول أخرى ولكن هذا النظر ما زال يسيرا جدا بالنسبة لحجم الكارثة ولذلك قامت يعني السلطات التركية بإطلاق نداء يعني استنهاض المواطنين وأيضا المتطوعين من الولايات الأخرى وجلبهم إلى الأماكن المتضررة في هذا الزلزال كما ذكرنا عشر مدن هي المدن التي تضررت في هذا الزلزال والي إسطنبول تحدث عن قرابة 12 ألف ونيف من المواطنين المتطوعين تم إرسالهم بطائرات من مطار إسطنبول إلى الأماكن المتضررة بالتنسيق مع وكالة الكوارث أفاد وأيضا من الولايات الأخرى والبلديات الأخرى المتواجدة في أنقرة وغيرها إزميت وغيرها من الأماكن في الشمال تم إرسال سيارات بلدية وأيضا بعض المعدات على سطحات كنا قد شاهدناها على الطريق ووصلت بالفعل إلى بعض الأماكن هنا في المكان الذي نحن نتواجد فيه يبدو بحسب الواقع أنه لا يوجد سوى ظابطة شرطة بعض عناصر الشرطة يبدو لحفظ الأمن من الناس الموجودين في أطراف البناء ولكن لا يمكن فعل أي إجراء حقيقي ولم نشهد فعل أي إجراء حقيقي من أجل انتشال الناس الموجودين تحت هذا الركام يبدو أن الأمر في هذا المكان يعني بات عصيبا ونحن نتحدث كما ذكرنا عن ثلاثين ساعة مرت على الناس الموجودين هنا في هذه الرقع حيث أنت هذا المبنى الأكثر تضرورا أم أن هناك مباني أيضا تعاني الحالة نفسها في هذه الرقع حيث أنت يعني الآن في هذا المكان حقيقة هذا البناء وهو يقع بين بنائين هو الذي سقط بشكل كامل ولكن البنائين الذين يحدانه من الطرفين أيضا هما عرضة للسقوط ترجمة نانسي قنع